صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر والنهاردة هنجاوب على الأسئلة الشائعة والأكثر انتشارا تحديدا مع دخول فصل الشتاء وأكل الشتاء ولغبطة الأكل اللي يعني موجود عند كتير مننا تحديدا في فصل الشتاء وهنسأل إزاي نواجه البرد بالتغذية السليمة الصحيحة المنضبطة هل فعلا في فواكه وخضروات فيها فيتامين سي أكتر من البرتغال ولو اتصبنا بالبرد ايه هي الفيتامينات الطبيعية اللي نقدر اللي احنا ناخدها علشان نقدر نتعافى بشكل سريع أسئلة كتير هنحاول نجاوب عليها من خلال ضفطنا الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء اللي منورونا في الستوديو سباح الخير يا دكتور صباح النور يا فندم صباح النور يا جمانة صباح النور على السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشة التلفزيون المصر دايما منورونا يا دكتور والله انا بسعد بلقائكم جدا يعني مش عارف نبتدي منين يا دكتور الشتاء ليه أسئلة كتير قوي نبتدي بالأكل ولا ليه أصلا بنشعر بالبرد بنسب متفوتة من شخص للآخر هو شعرنا بالبرد ده فعلا في بعض الأشخاص مهما يكونوا لابسين هلوم كتيرة ومضغطيين ومشغالين الدفايات بيبقوا عندهم شعور رهيب من خفاض درجات الحرارة والبرد ده ممكن يرجع لأسباب مراضية يعني ممكن يكون الشخص مصاب بالأنيميا عنده الهوموجلوبين ناقص في الدم ممكن يكون عنده فيتامين بيت والف ناقص عنده اطراف في الغدى الدركية الأشخاص اللي بيعانوا من النحافة الشديدة أو اطراب الجوع العصبي أو النحافة في بعض الأشخاص عندهم مخاوف أنهما تيتخنوا ودي بتبقى حالة مراضية دولت بيبقى عندهم شعور بالبرد طبعا نتيجة ناقص الفيتامينات المختلفة فده طبعا بيؤدي لاختلال التمثيل الغذائي عندهم فبييجي الشعور بالبرد يعني الشخص لو حاسس أنه هو عامل جميع الإجراءات بتاعت التدفئة والجو يعني مش مستاهل ده كله لازم في الحالة دي بنعمل الفحص المعملي والتحليل جايز يكون عنده أنيميا وللأسف احنا عندنا 8 مليون تلميذ من طلبة المدارس بيعانم الأنيميا عشان كده بنلاقي الأطفال خصوصا إيديهم سقعة ورجليهم سقعة لا بيكون نتيجة الأنيميا كبار السن عندنا من الفئات اللي بتشعر بالبرد طبعا لأن الأوعية الدموية ما بقتش بالكفاءة زي زمان الجهاز العصبي بيبتدي يحصل له شوية اضطراب واختلال فكبار السن نهتم جدا أن رجليهم لازم يكون فيه شربات يشربوا طول الوقت مشروبات دافية نشرب المية المية من الحاجات برضو نقصها بيؤدي لزيادة الشعور بالبرد لأن المية بطبيعتها بتنشط الدورة الدموية بتخلي الدم يجري في جسمنا فبالتالي يصل للأطراف فنشعر بالدفء شوية لأن الدم بطبيعته في فصل الشتاء بيحصل مع نقص شرب السوائل اللي زوجة بتاعته بتتغير فبيبقى تقيل أنه يمشي ويوصل لأطراف الجسم فعشان كده بنقول شرب المية والسوايل الدافية طول الوقت دي من الحاجات اللي بتنشط الدورة الدموية وفي نفس الوقت بتخلي الجسم عنده شعور بالدفء من المشروبات المهمة جدا في فصل الشتاء الجنزبيل الكمون باللمون من الحاجات الكويسة جدا برضو عندنا القرفة بالجنزبيل الينسون النعناع التليو من الحاجات الكويسة جدا كمان لصحة الجهاز التنفسي المشروبات الطبعية المصرية الجميلة بتاعتنا من الحاجات الكويسة الشاي الأخضر من الحاجات الغنية بمضادات الأكسادة وبترفع من كفاءة الجهاز المناعي ولكن نشربه مرة واحدة في اليوم ويكون في بداية اليوم بلاش تكون المشروبات المنبهة في نهاية اليوم عشان ما تعملناش حالة من الاضطراب في النوم فالمشروبات الدافية دي يريد تبقى طول الوقت مع شرب الميا ونبتعد طبعا عن المشروبات الغازية السحلب والحلبة اللي هي المغات من الحاجات الجميلة وحمص الشام وحمص الشام من الحاجات الجميلة جدا وشهية وعايز أقول لحضرتك يا أستاذة جمانة الشطة من الحاجات اللي مفيدة جدا للجهاز التنفسي ولكن طبعا بمقدار بسيط ناكله ما نقطرش منها بتكون مفيدة الكمون من الحاجات المفيدة التوابل المصرية بشكل عام ضفتها في المشروبات زي حمص الشام شربة العدس بتكون من الحاجات المفيدة وبتساعد كمان على تنشيط الدورة الدموية شربة العدس من الحاجات الحلوة جدا وعايز أقول لحضراتكم أن دي أكلة بنات الأهرامات يعني فرعنا لما جنبانو الأهرامات كان بيسرف لهم وجبة شربة عدس خصوصا في فصل الشتة لأنها بتدي شعور بالدفء وطبعا اشمعنا بقى شربة العدس فيها طاقة عالية جدا طبعا هي أولا تعتبر مصدر للبروتين النباتي بتدي طاقة عالية جدا غنية بالسلينيام غنية بالزنك اللي بيرفع المناع اللي بقول بشكل عام ولكن شربة العدس كمان بتتميز بطعمها اللذيذ وسهلة التناول اي حاجة احنا مشكلتنا في الأكل مش النوعية قد كميات كميات صحيح طبعا احنا قلدي شربة يعني ما عارفة ما اخدش بالنا شربة ما هو احنا كمصريين بنحط فيها بطاطس وبنحط جزر وبنحط كوسة البطاطس الكتير فيها طبعا تحط فيها شعرية فانت بتحط شعر شوية اصلا بالضبط زي استاذ احمد كده ما بيقوله وبيحمروا الشعرية بمادة دهنية طبعا فده بالتالي بيرفع نسبة الدهون في الوجه الدهون احنا محتاجين مجدار منها ولكن ليست بالشكل الفضيح اللي احنا بنتناوله من الحاجات اللي بتأثر على كفاءة الجهاز المناعي الدهون والمسبكات والحلويات والمخبوزات قصر التناولها وخصوصا في فصل الشتاء بتخلي المناعة ضعيفة اي دور برد يجي لنا بسرعة فاحنا بنقول في فصل الشتاء يا ريت يبقى الاتجاه للطبيعي اكتر اتجاه للخضار للفكهة للبخوليات الطبيعية العدس ابو جب الجميل كمان لو دمسناه مع طبق صلطة نقدر نفتر به من الحاجات الجميلة من الحاجات كمان اللي غابت عن المائدة المصرية استاذ احمد الفول النابت يعني عايز اقول لحضراتكم ان نسبة البروتين في الفول النابت خلال عملية الانبات وبعد الانبات اكتر من نسبة البروتيني اللي موجودة في الفول المدنفس وسهل الاعداد والتحضير وخفيف مابقاش موجود اصلا يا دكتور يعني مابقاش موجود اعتقد حتى كمان البقالين مابقاش في حد بيبيعه زي زمان والله احنا نقدر نجيب الفول العادي وننقعه في مياه لمدة 4 تيام مع تجديد المياه كل يوم لحد ما تظهر نبتة فيه او ينبت وبينجيب اناء ونضف له مياه ونضف له الفول مع بصلايا مع فص طوب سهلة الاعداد والتحضير لحد تمام النطجه ونقدر نغرفه وعصرة لمون عشان ترفع من كفاءة امتصاص الحديد بتبقى وجبة شهية وخفيفة ومفيدة جدا كمان لتلاميذ المدارس اللي بيمتحنوا تلوقتي الحاجات اللي بتساعد على التركيز والتحصيل الدراسي فاحنا عندنا اكلات مصرية جميلة البصارة الخبزة الحاجات دي كلها بتدي شعور بالطاقة وبالدل صحيح طيب احنا يعني الشتاء مرتبط عندنا اكتر بعدد البيت ده حقيق طول ما احنا عادين في البيت وبنتفرج بقى لا يتفرج على حاجة اللي بيعمل اي حاجة دايما عايز ايده في اي حاجة كده يتسلي لازم على طول طول ما احنا عادين ده حقيق احنا منجوع وحنا بنأكل الجمانة او الله يتحاكل او اكل او شر ايه الحاجات اللي ممكن ان احنا نتعامل معها معاملة مشل سناك كمانية تسلية بس ما تتخنش وتكون مفيدة والله احنا تلوقتي اليوسفي موجود في الاسواء الاستفانديو مصدر لفيتامين سي ومن الحاجات الكويسة جدا فيتامين سي سبحان الله ده من الحاجات اللي بتأول مناعه ومفيدة لصحة الاخشية المخاطية والجهاز التنفسي وبيخش كتير جدا في العمليات الحيوية اللي موجودة في اجسام عندنا فيتامين سي موجود في اليوسفي عندنا موجود في الفراولة الفراولة ممكن نخسي الفراولة ونحطها جنبينا وناخد منها وكمان بقول للسيدات الفراولة من الحاجات اللي بتدي نضارها للبشرة وبتدي اشراكها للوجه فنحرص على تناول الفراولة البرتقان احنا مصر من اشهر الدول اللي بتصدر ومقولة الدول البرتقان للعالم كله نعمل عصير برتقان ناكل البرتقان الالياف اللي فيه مفيدة جدا لزبط مستوى السكر في الدم وعلاج الكوليسترول وبتدي شعور بالشبع لفترات طويلة نحط جزر نحط خاص نحط حاجات ناكل فيها نعمل فشار الفشار تعمل حاجات الرائعة لا يا فانتم ما بيتخنش لو عملناه بطريقة صحية نسبة زيت قليلة ورشة ملحة خفيفة ولا بقى نحط جبنة ولا كرامل ولا سكر ولا الحاجات العجيزة متفنن برضو اي حاجة ممكن تعمل دايت الحاجات بتفسد كونتو الغذائية فالفشار عندنا من الحاجات السهلة الاعداد والسريعة وبتدي شعور بالدف من الحاجات الكويسة جدا زي ما قولنا برضو وحمص الشام البطاطا يعني ناس كتير هتستغرب ان انا بقول البطاطا ما اتخنش لو خدنا سمر البطاطا بالعكس لا هي مفيدة جدا سمر واحدة اه تنفع وجبة بينية اللي عامل العشاق الدايت والرجيم تنفع البطاطا لانها غنية بالبيتا كاروتين يعني سبحان الله كل الاغذية اللي لونها برتقاني زي عندنا البطاطا قرع العسل المشمش الجذر البرتقان غنية بالبيتا كاروتين والجذر عندنا كمان من الحاجات المفيدة جدا وزمان قالوا ايه؟ الجذر بيقوم نظر الجذر بيقوم نظر بس دي معلومة صحيحة اللي عايزة اقول لحضرتك ان المقولة دي لها قصة كبيرة جدا وعايزة اقول لحضرتك كمان والاستاذة جمانة ان الجذر ده كان سلاح قوي جدا في الحرب العالمية التانية اللي كانت في الفترة ما بين 1939 و1945 طبعا كان فيه دول الحلفاء ودول المحور دول الحلفاء اللي كان منها بريطانيا وامريكا والاتحاد السوبيتي ودول المحور اللي كان منها المانيا حصل ان بريطانيا في الوقت ده امتلكت اقوى جهاز رادار على مستوى العالم كان جهاز رادار قوي جدا ما كانش معها الالمان او الدول المعادية فبالتالي كل المانيا كانت تيجي تعمل غارة على بريطانيا بريطانيا بالرادار بترصدها وتهاجم هذه الغارات وتتصدى لها وتسكت طائرات من الالمان فالالمان هيجنن دي الطائرات على مستوى عالي جدا ازاي بيشوفوها فطلعت بريطانيا في الوقت ده قصة الجذر بيقوى النظر هو فعلا بيقوى النظر ولكن ليس مفعول السحر ان الجيش البريطاني هيبواقف على الارض كده وشايف الطائرات وتعملت في الفترة دي اكبر حاملة تروجية للجذر اكبر صفقة جذر ده حقيقي لدرجة انهم بقوا يزرعوا الجذر في بريطانيا وبقوا تنزل لافتات ومنشورات في الشوارع بمدى اهمية الجذر وقدرته على حماية النظر وتقويته عايز اقول لحضرتك ان اصلا في الفترة دي بريطانيا ما كانش من اهتماماتها الجذر ولكن عشان الحرب وخدع الحرب عملت القصة وطلعت من هنا مقولة الجذر يقوي النظر فيعني برضو الخضار كان يدورف بس مش دار بكرة يقوي النظر ده دورف الخداع السراتيجي مش اكتر بالزبط كده ومن هنا سبتة المقولة بتاعة الجذر يقوي النظر هو فعلا غني بالبيتا كاروتيني اللي بتتحول في اجسامنا سبحان الله شغل ربنا لفيتامين ألف عند احتياج الجسم الفيتامين ألف ودي اهمية الفيتامينات اللي من مصادر طبيعية الجسم محتاجها الجسم يبتدي يتعامل معها الجسم مش محتاجها الزيادة منها الجسم يتخلص منها بطرق طبيعية غير الفيتامينات الدوائية اللي بيكون من مركبات كيميائية والزيادة منها للأسف بيسبب لنا اتضرر في اجسامنا وبيتراكم في الكبد فالفيتامينات المصادر الطبيعية أفضل بكتير من المصادر الدوائية وإلا الدوائي بس لازم يكون تحت اشراف طبيب عندي مشكلة عندي نقص فيتامين والطبيب قرر ان انا استخدم الفيتامين فنلجأ في الحالة دي لاستخدام الفيتامينات طب بما اننا تحدثنا عن الفيتامين تحديدا هل في فكهة غنية بفيتامين سي بخلاف البرتقان او الاستفاندي عندنا البرتقان والاستفاندي والفراولة والكيوي اكثر اكثر غناء اول حاجة نمبر ون الجوافة اكثر من البرتقان الجوافة والكيوي لان عمري كله يا دكتور عمل اخل في برتقان وفيتامين سي هو مضاعش بس في حاجة نقدر برضو نضيفها لقائمة والفلفل الالوان كمان والفلفل الالوان طبعا من الفضروات الغنية جدا بفيتامين سي عايز اقول لحضرتك ان البرتقان واليوس فيه في نهاية القائمة ولكن هم هم مصادر يعني ياريتنا اخدها بس انا روح اتخلي مع ماما دايما تقولي برتقان وفيتامين سي لأ والجوافة ناخدهم بترتيب بقى الجوافة عندنا الفراولة الكيوي الفلفل الالوان البرتقان اليسفي الجفرود كل دي مصادر لفيتامين سي ونوعا نقدر نشربها عصير ولكن طبعا السمرة الطبعية انا بستفاد من الالياف اللي بتنظم مستوى السكر بتنظم مستوى الكوليسترول بتدي شعور بالشبع لفترات طويلة فطبعا من الحاجات المفيدة جدا اهمية فيتامين سي ناس كتيرة بتقولي يا دكتورة دي احنا مهرين فيتامين سي وفي نفس الوقت بيجلنا نزلات برد بطريقة رهيبة جدا ده بيكون عندهم نقص في مخزون الحديد سبحان الله فيه سنائيات في اجسامنا احنا مش حاسين بيها وجود الحديد في اجسامنا الحديد مش الهوموغلوبين الحديد وده برضو بالفحص المعملي بنسبة كويسة جدا بيرفع كفاءة عمل فيتامين سي في اجسامنا فمهم جدا احنا بناخد فيتامين سي ما يكونش عندنا انيميا ومهم جدا لما ناكل مصادر للحديد نضف لها فيتامين سي اللي اتنين بيكملوا بعض طيب دكتور لقد قولنا بقى كده على فطار وحنا بيبدأ اليوم من البرد من اوله يصلت طويلة ايه احسن فطار ممكن ان احنا نحضره عشان يعني نبقى نازلين في الجودة احنا جسمنا متدفي ولأ وزي ما حديدك قلت المناعة كمان المناعة انا الصبح مهم جدا ناخد حاجة دافية وكون نفس الوقت غنية بالمعادن وفيتامين طبق بليلة باللبن الحاجات الجميلة جدا الشعرية الجميلة بتاعتنا كمصريين الشعرية باللبن مفيش مانع لو طبق فول وعليه طبق صلطة سعارات كتيرة او يا دكتور لا هناخد فين جان صغير يعني مع اللبن بالبليلة مع سنتهدش جبنة مثلا ده بتبقى وجبة غزائية خلاص ما انا مش هاكل حاجة تاني بقى لحد الظهر وممكن وجبات بينية ناخد صمار فكرة الله مشكوك في عمره الكلام انا مش هاكل حاجة تاني دي مشكوك في عمره ما احنا هنلتزم بقى ممكن طبق فول مع صلطة مع جرجير مع خضروات الخضروات كل ما قطرنا فيها كل من ده كان مفيد جدا خضروات وراقية خضروات كاسمرة دي من الحاجات المفيدة جدا من الحاجات المفيدة وفيها سبحان الله تقريبا معظم المعادن والفيتامينات معادة فيتامين سي البيض من الحاجات المفيدة جدا اعملنا قرس عجة كده ومعها شوية خضروات البيض بقى بأي شكل من الاشكال بأي شكل من الاشكال وانا برجح العجة لان بتدفلها خضروات الشكشوكة برضو بقيمة غزائية كاملة بالزبط بتبقى وجبة غزائية كاملة وتكفي عدد من الافراد كمان للأسرة واندفلها الخضروات حاجات بسيطة كلها سندودش جبن قريش جبن القريش بتاعتنا كده بنحط عليها معلقة زيت زتون اللي غني في فيتامين اي لمهم الجمال المرأة وجبن قريش وطماطم وفلفل اخضر ونهرسهم ونفطر بيهم برضو من الأكلات لان الجبن القريش بتتميز في ارتفاع محتوها من البروتين ومن ارخص المصادر للبروتين الجبن القريش من الحاجات الجميل هنيجي بقى عايزين وجبات بينية ممكن ناخد حاجة دافية ومشروب دافية ناخد صمرة فاكهة بكون حاجة المشروب بالدافية ده بيعتبر وجبة بينية والله ناخده من ضمن الوجبات هتزعالي ناس كتيرة منك يا دكتور هتزعالي ناس كتيرة منك الفاكرة ما بتحسبش لا لا طبعا ليه مش بيتحط فيه احيانا بعض المحليات عسل لا من غير سكر من غير السكر هو من المشروبات الكويسة وممكن تاخدي معها مثلا صمرة فاكهة تاخدي شوية فشار تاخدي معاها تاخدي شوية خضار بيكون وجبة مع بطاطايا لسه اقول لحديكم البطاطا البطاطا وجبة بينية برضو ممكن تكون كويسة جدا وجبة الغداء يعني احنا حابة بس اقول من خلال برنامج حضراتكم احنا ليه ربطنا ان احنا لازم لما نعمل لبيا او فاصوليا او بسلة نعمل معها لحمق وفريخ هي في حد ذاتها مصدر للبروتين النباتي ولو تعمل جنبها شوية رز وشوية سلطة كده بقت واجبة غزائية متكامل البروتين الحيواني طبعا ليه وظائفه وليه خصائصه جيدة ولكن احنا برضو بزود نسبة البروتين وبيزود نسبة البروتين ولكن انا كده باخد كمية بروتين بزيادة اوي يعني لما حط ده كله مع بعضه دي كمية بروتين بزيادة طبق كشري حلوة على الغده قد لسه والله يسأل حضرتك اول مناعة تسأل حضرتك لما ده كشري ده وردو من الحاجات المفيدة جدا ومن الحاجات الصحية لانه في بقول وفي حجوب وسبحان الله فاتح للشاية وفي بصل والبصل عايز اقول لحضرتكم من الحاجات اللي بتأول مناعة فيها سلينيام فيها زينك فيها فيتامينات مضاد التهاب مضاد للبكتيريا ناس التفتت لأهميته في وقت جائحة كورونا ده حقيق ده حقيق ده عايز اقول لحضرتك مضاد للفيروسات مضاد للبكتيريا مضاد للالتهاب مضاد دحايا غني بالفيتامينات بصراحة سبحان الله كنز من كنوز الطبيعة يعني بعض الناس تقول بيعمل ريحة احنا لو طهناه في الاكل مش هيبقى فيه مصدر للريحة لو خدنا نعناع بعد الاكل مفيش مشكلة فهو من الحاجات الجميلة جدا والمفيدة هو والتوم وحبه برده اقول للسيدة الممشاهدين ماينفعش ناخد فص التوم على الريح زي الكابسولة الصبح صحيح اه في ناس ناس كتيرة جدا من الحاجات اللي بنشوفها على السوشال ميديا بنطبقها من غير ما ناس أقل ولا نعرف اي حاجة بالضبط ده بيكون لي اضرار على جدار المعدة وعلى الجهاز الهضمي لان برضو التوم من الحاجات القوية فان انا اخدها على الريح الصبح دي بيكون ضرع جدا اقدر اعمل طماطم مخللة بتنجان مخلل اضيفه للطعام بحيث ان احنا نقصر الحدة المباشرة للتوم على الجهاز الهضم فالتوم والبصل من الحاجات الكويسة جدا من الوجبات الكويسة جدا الاسماك الاسماك من الحاجات المفيدة وخصوصا اعتقد كترها ما بيتخنش دي لا طبعا يعني لو كترها بدون يعني رز او عيش ما بيتخنش ممكن مع السلطة وتبقى بالضبط تمام وخصوصا حاجة انا كلها براحة بالضبط الاسماك من الحاجات المفيدة جدا وخصوصا ان الطلبة بذكرة الوقت بنقول من الحاجات اللي بتساعد على التحصيل الدراسي لان فيها اوميجا اوميجا سري والاوميجا من الحاجات المفيدة جدا لصحة المخ لان انا عندي 60% من تكوين المخ عبارة عن دهون فعايز دهون مفيدة عشان تدعمه طول الوقت فالاوميجا عندي موجودة في زيت الزتون موجودة في الزتون موجودة في الاسماك من الحاجات المفيدة جدا يعني بصراحة بان علي انا حسين كده يعني ممكن اكون رنجة فسيخ لا بصراحة احنا ممكلمتش عن فسيخ رنجة من الاسماك الدهنية ولكن طبعا مريض ضغط الدم المرتفع ياخد باله وناخد بالنا ان احنا نشرب معه ميا كتير اعملنا صلطة رنجة بالخضروات ومعلاقة الطحينة بتبقى ممكن وجبة غدا شاهية مع العيش البلدي فدي وجبة جميلة ومفيدة احنا مصر الحمد لله انا حاسس ان احنا بعد الفقرة بيها هنروح لمطبخ الشيف مغازي هنا ونطلع نعمل ناكل بقى احنا هنطلع بره هنلاقي الحاجات دي متحضرة دي مفجأة هنروح كده بنعمل الطلب دلوقتي دكتور طبار حدك نورتينا وزي ما كده منتكلم يعني حاجات بسيطة جدا ممكن نقدر بيها ان احنا يعني نغزي نفسنا ونغزي جسمنا بحاجات صحية من غير حتى ما يبقى فيها مجهود او من غير ما ان احنا نتكلف بشكل كبير جدا زي ما دكتور منال قالت لنا ناخد بالنا من الفايتامينز ناخد بالنا من الفواكه من الخضروات من الالياف بشكل كبير جدا نشكر حضر الجزيز شكر طبعا دكتور منال عز الدين باحث بمعهد تكنولوجيا الاخذي نورتينا في صباح الخير اهلا وسهلا بيكم سعداء سعيدة بوجودي معاكم مجدبة تبصت مع صباح الخير اهلا سعداء والشرف لنا نعم دعوة تينا اشترك لنا اشترك لنا